موسيقى هذه الصلاة أحبائي تعتبر نموذج منتعلمها من رددها فهي أكثر صلاة مرددة أكثر صلاة بصلوها المسيحيين صلاة المؤمنين تعتبر صلاة الكنيسة تعتبر صلاة العائلة وتعتبر أيضا صلاة الفرد هذه الصلاة بكل بساطتها لكن لها عمق وبعد روحي لها قيمة وثروة للتعليم نرى أشكال وصور جميلة في هذه الصلاة عندما نقارنها بصلاة الثرثرة والقرقرة صلاة الأمم المسيح استمد قوته من الآب وعن يعلمنا كأولاد أن نأتي للآب لكن بدلة البنين لأن الروح القدس ساكن فينا ونستمد هذه القوة منه هذه الصلاة مثل ما ذكرت إلها أهمية وإلها معنى حقيقي أكثر من مجرد ترديد كلمات من رددها أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض هذا القسم أحبائي بركز على الله بركز على السمو ورفعة الآب السماوي بيتكلم أنه منيجي للآب بروح العبادة والوقار بنيجي كأبناء منيجي بالإيمان وخلي بالك هاي الصلاة بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد فأبانا الذي في السموات هو موجود وحاضر في كل مكان وهو مال الأرض والسموات أيضا ليتقدس اسمك بيعلن عن قداسة الله عن طبيعة الله عن شخصية الله تقديس اسم الله المرتفع فوق كل خلائقه واليوم أحبائي فعلا نفتقر لهذا الموضوع من عامل الله كأنه زر كمبيوتر لكن ننسى أنه الله قدوس لازم نقدس اسمه المرتفع بيتكلم عن العظم والجلال عن عدم محدودية هذا الآب ثم يقول ليأتي ملكوتك يملك على قلوبنا إنه يملك بالنعمة والمحبة إنه يملك بالبر أيضا ملكوت الله وبر الله هذا الملكوت ينتشر على الأرض من خلال حضور يسوع المسيح في حياة التلميذ ثم يقول لتكن مشيئتك قال يسوع أن أفعل مشيئتك سررت فمنصلي لمشيئة الآب لأنه إرادة الله ومشيئة الله حتما صالحة مرضية كاملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة